طب لو انا ما عنديش compression steel في المسألة وده الاغلب فكين قلنا ساعدة الناحية التانية ناحية compression هنحط ايه هنحط عندنا حاجة اسمها stir up hangers اللي هو التعليق كنت التعليق الكنت ده شروطه ايه هتلاقي عادة كده بيبقوا عبارة عن سخين الفايب بتاعتهم صغيرة بتبقى عادة في عشرة حطينهم بس زي ما قلنا عشان كان لما تتربط فيهم يا من شكل قفص حديد فتضمن اكتر ان خرصانا مش هتتحرك أثناء الصد ال stir up hangers هتلاقي مساحتها في حدود كام من 0.1 لو 0.2 AS فاكرين احنا كنا قبل كده في درس بتاع البيهيفير بنقول لو لقيت ان الحديد اللي ناحية compression مساحته أصغر من 0.2 AS ساعتها ده يعتبر stir up hangers تعليق كنات وساعتها ما كانش بيخش معنا في الحسابات فعلا ال stir up hangers مساحته في رنج كام من 0.1 لو 0.2 AS ممكن يتاخد مثلا 0.15 AS واحنا زي ما قلنا عادتا بيبقى phi صغيرة فعادتا بنستخدم phi 10 طب ايه أقل عدد أسياخ ممكن تحط في الصف هيبقوا سخين يعني بقوا 2 phi 10 فاحنا عادتا بنعمل ايه بنحسب مساحة ال stir up hangers اللي هي من 0.1 لو 0.2 AS واحسب مساحة ال 2 phi 10 واشوف مين فيهم أكبر يبدلها يتحط عندنا في القطع يعني خبالك هتحسب المساحة بتاعت مثلا 0.15 AS ومساحة 2 phi 10 وحط كبير في القطع في عندنا حالات معانة بالذات في كاميرات الكباري ممكن لايه ستطلع كبيرة جدا فلو انت اخترت phi 10 هتطلع عدد أسياخ كبير جدا تبقى حاجة مش منطقية وانت بترسي الحديد فلو طلعت لايه ستكبيرة قوي وانت بتحسب مثلا 0.15 AS ممكن تختار phi 12 عشان تقلل شوية عدد الأسياخ فوضحنا لل stir up hangers الطبيعي نهاية تبقى phi 10 لكن ممكن نوصلها ل phi 10 لما تبقى مساحة الحديد كبير ترجمة نانسي قنقر